مدينة معارة النعمان في ريف إدلب الجنوبي خلت من ساكنيها بعد أن فروا هربا من حملة القصف الروسية السورية المستمرة هذا القصف أسفر عن مئات القتلى والمصابين وموجات نزوح باتجاه الحدود التركية وتدمير البنى التحتية كاميرا العربي رصدت الأوضاع في المدينة وعادت بالتقرير التالي يتجول علي في شوارع معارة النعمان الخاوية على عروشها كان شاهدا على الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المدينة على مدى الأيام الماضية اقترب يوم الفراق وجاء علي ليلقي نظرة الوداع على الأماكن التي طالما أحبها وكان له فيها ذكريات جميلة يمكن هاي الأيام الأخيرة اللي رح تكون إنا مدينة معارة النعمان هون ثورتنا هون دفلنا الشهداءنا هون ريح تدى من الساتة الموجودة معارة النعمان اللي هي أمن لكل الثوار والثائرين من كل سوريا الفراق المعارة صعبة صعبة كتير يعني ما بتتخيل أنه تدخل على المعارة وتلاقيها فاضية مسكانة اليوم المعارة فاضية ما فيها غير اللي عم يجي مشي لغراض بيته ويطلع المعارة اللي كانت ملازة آمن لكل السوريين تعرضت معارة النعمان لمحرقة جديدة قادتها الطائرات الروسية ومدفعية قوات النظام في السعي للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي باتت معارة النعمان بعد أيام من القصف مدينة أشباح بعد أن هجرها أهلها هربا من الموت أسواق وطرقات خلت إلا من آثار أصحابها فالموت حل هنا ضيفا ثقيلا على المدينة غادرت جميع إلا أن أبي العلا المعري رفض الرحيل وبقي وحده شاهدا على تاريخ المدينة منذ أن خلد في ترابها هذا ما جناه العالم علينا وما جنينا على أحد لسان حال أهالي مدينة معارة النعمان التي باتت خاوية على عرشها بعد حملة عسكرية لم ترحم البشر ولا الحجر خالد إدلبي العربي مدينة معارة النعمان وينضم إلينا من اسطنبول الكاتب الصحفي السوري عمر كوش سيد كوش ربما هناك سؤال يطرحه المشاهد الآن أين العالم وأين الضامنون والذين جلسوا على طاولة المفاوضات من كل ما يحدث مع العلم أن هناك اتفاقيات وهناك دوريات ونقاط مراقبة وما إلى ذلك فجأة وكأنه لا يوجد أي شيء مساء الخير للجميع بالفعل هذا سؤال محير الحقيقة والسوريون طرحوه منذ أكثر من سنوات الحقيقة وهم يطردون للقتل والقصف وهذا المشهد تكرر بدءا من الجبهة الجنوبية وصولا إلى القلمون ووصولا إلى الغوطة الشرقية وحمس وحماوة واليوم الحقيقة ما تبقى من مناطق المعارضة التي تأوي أكثر من ثلاثة ونصف مليون إنسان مدني لا حول لهم ولا قوة يتعرضون للقصف والقتل والدول الحقيقة المعنية بالملف وحتى ما يسمى المجموعة المصغرة من أجل سوريا وحتى إجرعات الأسيتانة كلهم الحقيقة يعني أما تصدر عنهم بيانات خجولة أو تصريحات خجولة هل ما زال يمكن الحديث فعلا عن إتفاق أسيتانة على الأقل إتفاق الأخير يعني الحقيقة أنا أعتقد أن أسيتانة هو وجدة لكي نصل إلى هذا الوضع بمعنى منذ بداية مسار أسيتانة في 2016 جرى قدم مناطق المعارضة منطقة تلو الأخرى بشكل تدريجي يعني لاحزنا كل المناطق التي كانت ما يسمى خفض التصعيد بدأ من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية إلى المنطقة الثالثة واليوم الدور على المنطقة الرابعة وبالتالي هذا المسات الحقيقة لم يجلب إلى السوريين إلا الويلات وإلا أن الروس الحقيقة والنظام استخدموه غطاء لعملياتهم العسكرية والاستفراد بهذه المناطق منطقة تلو الأخرى يعني من أجل قدمها ومن أجل السيطرة عليها وبالتالي اليوم الحقيقة منذ أكثر من سنة أو سنتين ولافروف يتوعد إدلب ويعتبرها مكانا للأرهابيين وجرى شيطنة هذه المنطقة بغض النظر عن النازحين والمهجرين القصريين إليها وأهل المنطقة الذين لها حول لهم ولا قوة وليس لأيديهم أي مكان آخر سوى النزوح التهم متبادلة يعني البعض يرمي التهم على تركيا البعض يرميها على جبهة النصرة البعض يرميها على عدم اتفاق أطراف السياسية التي تتفاوض بعيدا عن وضع النازحين بنهاية من يتحمل المسؤولية المباشرة على الأقل في إدلب اليوم يعني البسؤولية المباشرة الحقيقة تقع على رعاة أستانا على الروس والإيرانيين والأتراك هم من عقدوا الاتفاقات لكن الروس شركاء في هذه المأساة الإنسانية نعم هم مسؤولون عنها وشركاء أساسيون ولعبون أساسيون يعني اليوم القاذفات والمقاتلات التي تلقي الحمام والقنابل الارتجاجية والصوريخ الموجهة ويعني هي طائرات روسية ومقاتلات روسية والنظام برميله المتفجرة على مرأة العالم يعني منطقة مثل معارة النعمان كل يوم أكثر من عشرين برميل متفجر يقع على الساكنين واليوم أصبحت مدينة خاوية والناس ليس لديها سوى الحدود التركية السورية بالعراء وفي هذا الشتاء القارس يعني الحقيقة لذلك الروس هم المسؤولون الأول وطبعا معهم النظام نظام الأسد المسؤول الثاني وتركيا أيضا لأنها جزء من بالحديث عن تركيا يبدو أن نقاط المراقبة التركية أصبحت مجرد صورة لا يقع الاقتراب منها لكنها لا تؤدي أي دور بالضبط وهي باتت محاصرة أيضا الحقيقة وحتى يعني يتم فك الحصار عن نقطة مثل النقطة التي حوسرت في قانشيهون يعني يستلزم مكالمات هاتفية واتصالات ما بين الرئيسين أردوغان وبوتين من أجل فك الحصار وبالتالي لا أحد يعرف ما هي مهمة هذه النقاط المراقبة هل هي تكتفي بالبراقبة أم لديها المفترض أن تصون وقف إطلاق النار الذي يعلن عنه في ستانة الحادي عشر ثم في ستانة الثالثة عشر ولم يطبق هذا الوقف إطلاق النار وبالتالي الحقيقة يعني هذه الكارثة الإنسانية لكل المجتمع الدولي مسؤول عنها لكن المسبب الأساس هو طبعا روسيا ونظام الأسد بشكل مباشر ولحظنا طبعا كل المنظمات يقع الحديث عن تراجع تركي بسبب أيضا ربما ما يحدث بين تركيا وليبيا هذه الأيام حيث تحتاج تركيا ضوءا أخضر روسيا للتقدم في ليبيا وبالتالي تتراجع في سوريا هذا الحقيقة صحيح يعني بمعنى أن السياسة التركية منذ تحولها بعد إسقاط طائرة السوقوي الروسية الشهيرة وتغير مسار السياسة الخارجية وبدأ التفاهمات مع موسكو بالتالي هناك أصبحت تشابك مصالح ما بين البلدين يعني بمعنى الوضع في شرق الفرات تركيا تلزمها موافقة كانت طبعا روسية وأيضا تعاون روسي في هذا المجال مقابل إدلب واليوم الوضع في إدلب يربطونه البعض بالوضع في طرابلس الغرب وطبعا إمكانية التصادم الروسي التركي لأن كل طرف يدعم جهة يعني مضادة للأخرى أو تقاتل للأخرى وبالتالي كيف يتم هذا الحقيقة بانتظار القمة المقبلة في الشهر المقبل يعني ما بين الرئيسين أردوغان وفلاديمير بوتين من أجل التوصل إلى حل وربط هذين الملفين كيف يتم الربط هل ستكون هناك صفقة مقايضة بمعنى طرابلس مقابل إدلب أم هناك طبعا شيئا آخر سيتمخذ عن اللقاء الرئيسين أفل القمة المقبلة الحقيقة الأمر مرهوم بذلك تماما شكرا لك عمر كوش الكاتب الصحفي السوري كنت معنا من اسطنبول ترجمة نانسي قنقر